بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة داخل المغرب وخارج المغرب الناس اللي في الدول العربية بدون استثناء تنرحب بالناس اللي في هذه القناة وتنرحب بالناس اللي غير دخلوا لهذه القناة مرحبا ألف مرحبا في هذه القناة إن شاء الله تنحطوا فيديوهات رحمانية بالقرآن ترقي نفسك بنفسك بدون راقي وتحاول أنك تحاول تذهب النحوسات بوصفات رحمانية تدخل على قلبك الرحمة والسرور لما نفعتك ما تدرك بدون بدون شعودة بدون فقيه ولا طالب بالقرآن الكريم وأسماء الله الحسنى الله سبحانه وتعالى يزيدك إيمانا في إيمان ويبعد منك النحوسات ويعمر قلبك بالله لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي هو العافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما الرحيم هو الرحمن الذي يعني نزل عليك الرحمة والسكينة وكل وكل لا دقيتي على بابه هو الرحيم ولا دقيتي على باب السماء يجيبك إذن كنا الرحمة من عند الله لا وصفات ولا أي حاجة إلا رحمته أتكلم معكم في تلوط الليل وأنا أتكلم لأن الله سبحانه وتعالى موجود حاضر في الزمان وفي المكان والله حاضر مع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وحاضر مع الناس أجمعين الله الله سبحانه وتعالى النعم دياله كثير نحن ما تنشوفهاش ونعم علينا بالجسد ديالنا بأي حاجة في الجسد ديالنا أعطانا عقل أعطانا روح أعطانا بزيب الحويج ولكن تنتغضوا على هاد المشاكيل وتنتغضوا على بزيب الحويج اللي أعطانا الله وليتي تتمع غير المشاكيل والحاجة اللي المشاكيل أصعر من الأخرى أبناء نفور البنات نفور أزواج نفور ما شاء الله على المشاكيل وعلى الألم اللي سيسبوا المشاكيل لولاد وليديهم المشاكيل لسيسبوا الأزواج للنساء ديالهم وغاد هكاك ولكن نحن ما تلعبوش على الموجة تلعبو على قول الله تعالى وتن نجبدو طاقة رحمانية باش نداويو الخواطر وباش نعونو الناس باش ما يلتاجوش الشيء اللي غير درهم ما يخليوش ما يخليش ملائكة الرحمن الطوف بهم سنبغيو نحفز الناس بالقرآن لأن القرآن الكريم فيه شفاء وفيه دواء بالنسبة لي أنا القرآن شيء عظيم تتخذ في حياتك كمصدار دائم يومي غادي بعد عليك بزا في الحويش غادي نزل لك سكينة هينزل لك الرحمة هيتزيد لك درجات غادي ربي يطرح لك البركة غادي بزا في الحويش إذن هنحاول أنني انطهر الجسد دي بالقرآن اليوم غادي نحط وحد وحد الوصفة رحمانية باش انطهروا أنفسنا من الألم اللي عدنا في الجسد دي أنا أي ألم أي ولو مرض الخبيض إن شاء الله بحول الله وقوته أنا وضع واحد الوصفة واحد الصيغة من آيات دي الشفاء وإسم من أسماء الله الحسنى غادي نعطيه لكم بالعدد وانتم غادي تديرها إن شاء الله وغادي تحسنوا بتحسن جيد هذه الوصفة عندنا الماء وعندنا العسل العسل يكون جيد بالنسبة لي أنا يكون جيد وتكون شرياه يكون حر ويكون مزيان للشفاء أنا غادي نحط لكم آية للشفاء مكتوبين باش تقرأوهم ولكن آية الشفاء تقرأوهم على العسل سبعة سبعة المرات وانتم تتخلطوا في العسل وانتم تتنفتوا تتنفتوا وتتقرأوا آيات الشفاء الماء ماذا أفعلوا بالماء أفعلوا به أقرأوا عليه اسم من أسماء الله الحسن الشافي الشافي المعافي هو الله ولكن أقرأ على ماء نقرأ على ماء اسم الشافي الشافي هو الله آه ناخد التسبيح ديالي ونقرأه عدد اللي بغيت انت العدد اللي قدرتي عليه تقرأه في الصباح مرة في الصباح تاخد قنينة جاء آه صغيرة صباحا ومساء تاخد واحد القنينة وتقرأ مثلا نقرأ لها الشافي اسم من أسماء الله الشافي يشافي 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 نقرأها مئة مرة ما كانش عندي وقت نقرأها يشافي 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 في الليل مهم ناخد قنينة متوسطة وناخد كأس صباح وكأس في مرة العشاء منبغي أن ننام المهم نقرأ الشافي الشافي على قنينة آه فيها إلى ما قداش نقرأ لها كل صباح ناخد قنينة كبيرة ونقرأ لها الشافي آلف مرة ونقسمها على مدة سبعي أو تمني ايام أو نبقى نشربها تنو تنتشاف من أمراضي كاملة تشف آآ أمراض روحية بالنسبة للناس اللي عندهم الوسواس الناس اللي عندهم آآ عندهم الوسواس القهرية عندهم تخبوطة في حياتهم عندهم بزا في الحويش إذن نقرأ هذا الشافي على هذا الماء ونقرأ آآ نقرأ أسماء الله الحسنى كاملين في الليل ديما كل ليلة نقرأ أسماء الله الحسنى كل ليلة ونقرأ الشافي على هذا مئة مرة ونشرب ما كانش عندك وقت نقرأ خمسين مرة ما كانش عندك ولو نقرأ سبعة مرات إذن الشفاء هو في اسم الشافي أما آآ هاد آآ هاد العسل غني نقرأ ليه آيات شفاء سبع سبعات المرات ونقلب العسل ونفت حلوك آآ ناخد آآ معلقة صباح ومعلقة فلاشية معلقة صباح ومعلقة فلاشية ون ناخد صباح وفلاشية ولكن نغطي هاد العسل في شي مكان آمن آآ في مكان آآ نغطي هاد العسل ونخليه بشي فلاصة تكون مأمونة ولكن صباح وفي الليل ناخد آآ معلقة معلقة ونسمي الله وناخد آية شفاء آآ شيء عظيم في الشفاء إذا إذا نطهر 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 راسي بالقرآن لأن القرآن هو اللي غدي يجلب لك الحد وغي يجلب لك بزي الحويش نحاول أنني ناخد واحد الآية ونأمن على راسي بأنني هاد ينقرها كل يوم بالنسبة اللبنات اللي عندهم عندهم بالنسبة اللبنات اللي عندهم عوارد ما تيحسوا بالتدميل آآ وبغوا يشخصوا أنفسهم وبغوا يطهروا نفسهم بلا ما يحس بيهم تحد إلا الله ولي غدي يحس بيهم غدي نحاول أنني ناخد صورة يوسف وصورة النور نداوم عليها مدة عشرين يوم ولا خمستاشر يوم إلا ما عنديش وقص نداوم على صورة الرحمن الرحمن فيها شفاء ودواء من كل صورة الرحمن من عروسة القرآن هي تصلح البنات اللي بغين يتجوجوا وبغين يستقروا وبغين البنات اللي بغين يخدموا وبغين يسهل لهم الله نحاول ناخد ناخد شي كريم ديالي أو حليب أو بغفاء أو أي حاجة مثلا ناخد حليب حال هذا حال هذا ونحاول نقرع عليه صورة الواقع وصورة الجن نحاول ونولي نمررها على ذاتي كاملة نمررها على الجسد ديالي كاملة وغادي يختفيوا الأعراض ديال تنميل وأي حاجة الواقعة علش حطيت لك الواقع أن بغيتي وقبول وبغيتي في أي عامل مشيتي غادي تقبلي بإذن الله الواحد القهار إذن لا يضر لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء هو السمع العليم نقرأها بزاف ونقرأ استغفار ونصلي على الرسول ولكن شيء مكان دارني نسمي الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 11 مرة بسم الله لكن شيء مكان دارني نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم على المكان عندي في ألم بسم الله الرحمن الرحيم وندوز على هذا المكان ونقول عشرات المرات أعود بالله من الشيطان الرجيم عشرات مرات على المكان اللي تدرك أو تكألم نحاول نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ونقرأ أعود بالله من الشيطان الرجيم إذن ما بقى لي غير نقول لكم الله يعونكم وليش في عباده وشافكم وربي يزيد هناكم ويكون معكم في أي لحظة إن شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم دعموا القناة تفعلوا الجرس وتابنوا وحاولوا تخليوا ليالي لايك وشجعوني باش نزيد القدام إن شاء الله بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته